تصل مملكة البحرين المساعية والجهود نحو تعزيز خلق المزيد من الفرص النوعية والمسائرات التنموية التي تستهدف في المقام الأول أبناء الوطن لصناعة حاضر مزهر ومستقبل مشكلة نعم تأتي الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 تحت أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخير الأول في سوق العمل خطة وطنية هدفة تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 ألف بحريني سنويا لتكون المولدة للوظائف وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023 حققت ما نسبته 72% من هدف توظيف 20 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 حيث تضمنت آخر مستجدات التوظيف والتدريب خلال النصف الأول من العام 2022 بتوظيف أكثر من 14 ألف مواطن حيث بلغت نسبة الارتفاع 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصر كما ارتفعت معدلة التدريب خلال النصف الأول من العام 2022 لتحقق ما نسبته 59% من هدف تدريب 10 ألف بحريني سنويا حتى عام 2024 بنسبة ارتفاع تعادل ما نسبته 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي كما انخفضت نسبة البطالة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 5.7% مقارنة ب7.7% خلال جائحة فيروس كورونا وزارة العمل تستمر في إطلاق المزيد من المبادرات التي تسعى إلى زيادة الآليات المحفزة على توظيف المواطنين وإدماجهم في سوق العمل لتؤكد أهمية القدرات البحرينية في تطوير القطاعات الانتاجية ترجمة نانسي قنقر